تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تامونية بمضبطات 113 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 6 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعاد من السعر الرسمي تم ضبط 97 طن أما في مجال البيع بأسعاد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان حديد تسليح وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 64 قضية خبز ناقص الوزن و58 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير تم ضبط 19 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 211 طن